بعد أن رفعت بغداد الحظر الجوي الذي فرضته على مطارات أقليم كردستان رداً على إجراء الأقليم للاستفتاء على الاستقلال عن العراق أعلنت أنقرة عن رفع الحظر الجوي عن الرحلات التجارية المتجهة من تركيا وأوروبا إلى أربيل فقط فيما أبقت الحظر على مطار سليمانية رئيس ديوان وزارة النقل في حكومة أقليم كردستان آزاد عمر أكد أن أسرار أنقرة على فرض الحظر على مطار سليمانية تسببت بخسائر مالية كبيرة لحكومة كردستان كما أنها خلقت مشاكل كثير المواطنين في الأقليم والمسافرين إلى سليمانية مشيران إلى أن السبب وراء أسرار تركيا على عدم فتح الأجواء وحركة الطيران باتجاه مطار سليمانية أسبابه سياسية بحتة عمر أشار إلى أن الحكومتين الاتحادية والكردية تحاولان منذ عدة شهور وعبر أعلى المستويات للتوصل إلى حل ما حكومة أنقرة لفك الحصار المفروض على مطار سليمانية لكنها إلى الآن لم تثمر هذه المحاولات وتابع عمر على تركيا أن تلتزم بالبروتوكولات والاتفاقات الدولية الخاصة بالطيران المدني السارية بين دول العالم وأن فرض الحصار لأي سبب كان يعتبر ضد المواثيق الدولية وفي الوقت الراهني يسير مطار سليمانية سبعة رحلات يوميا إلى مصر ودول الخليج وأوروبا من دون المرور بالأجواء التركية ويرى مراقبون أن التركيا بشقي قرارها هذا تحاول أن تشق الصف الكردي في أقليم كردستان لتستطيع من ورائه تنفيذ مطامعها التوسعية داخل أراضي الأقليم